هناك روايات صريحة تحدثنا عن بقاء الآثار البترية القذرة بعد ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه أقرأ عليكم من غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى في صفحة السابعة بعد الثلاثمائة إنه الباب السابع عشر الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية قلت وكيف ذاك قال إن رسول الله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخورة والعيدانة والخشبة المنحوطة وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به ثم قال أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر القر هو البرد البرد الشديد إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخورة والعيدان والخشبة المنحوطة وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به نحن ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية السابعة بعد البسملة هناك نوعان من التأويل هناك التأويل الأصل وهو إرجاع الشيء إلى أوليته وهناك التأويل المبني على الضلال والجهل وهذا هو الذي يقال له التأول لا بد أن نفرق بين مصطلحين بين مصطلح التأويل وبين مصطلح التأول ماذا قالت الرواية هنا أتى الناس وكلهم يتأول عليه ما قالت الرواية أتى الناس وكلهم يؤول كتاب الله وإنما يتأولون كتاب الله التأول هو تأويل ولكنه يستند إلى الجهل وإلى الضلال وإلى السفاهة والتفاهة ماذا يقول القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء هم الذين يتأولون ولا يؤولون الرواية تتحدث عن هؤلاء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يبتغون تأويله فماذا يفعلون يتأولونه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم جهة التأويل الوحيدة هي هذه الراسخون في العلم لأننا لا نملك طريقا مباشرا إلى الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الجهة الوحيدة هي هذه جهة الراسخين في العلم الذين يتأولون الكتاب هم هؤلاء فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل إلى الضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به وماذا تقول الروايات أيضا الحديث الثالث في الصفحة الثامنة بعد الثلاثمائة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن القائمة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوطة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه يقاتلون الإمام هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من غيبة الطوسي التي تتحدث عن عبدة الأوثان ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان المقيمون على عبادة الأوثان هم هؤلاء الذين يتأولون على إمام زماننا كتاب الله ويقاتلونه عليه إن القائمة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه هذا هو الذي سيجري في زمان القائمة صلوات الله عليه إذا ما بقي البتريون على حالهم وإذا ما بقي الشيعة على هذا الدين الطوسي البتري القذر هذا هو الذي سيكون هذه حجج تقوم عليكم نذهب إلى فاصل ألا تلاحظون معي من أن الأحداث الخطيرة التي ترتبط في الجانب العقائدي تتركز في العراق والشيعة العراق من خلال ما عردته لكم هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما تقوله السقيفة الأقدر والألعن والأنجس سقيفة بني طوسي لا شأن لي بما تقوله السقيفتان هذه أحاديث العترة وضعتها ونشرتها بين أيديكم ألا تلاحظون هذه الحقيقة من أن المشكلة العقائدية في العراق وفي شيعة العراق واضحة جدا واضحة جدا لماذا؟ لأن النجفة البترية في العراق ولأن شيعة العراق ديخيون بتمام معنى هذه الكلمة قد ركب على ظهورهم المراجع البتريون أعود إلى الرواية التي هي مدار حديثي في هذه الحلقة من كل ما تقدم يتضح عندنا هناك جهتان هناك جهة التسليم وحدثتكم عن التسليم بنحو موجز وهناك الجهة البترية التي آثارها ستبقى بعد الظهور الشريف حيث أن إمام زماننا سيلاقي أكثر مما لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله من جاهلية الناس وجهلهم وجهالتهم فهناك جهة التسليم وهناك الجهة البترية التي تمثل التيها والجاهلية والضلال والتفاهة والسفاهة إذا أراد هؤلاء أن ينجوا من هذه الفتنة وأن لا يكون موقفهم الموقف الذي تحدثت عنه الرواية عليهم أن يطهروا أنفسهم من القذارة البترية من القذارة المرجعية من القذارة الطوسية من القذارة الحوزوية النجفية الكربلائية وأن يزين قلوبهم وعقولهم بثقافة العترة الطاهرة هذا الأمر هو الذي سيجعلهم ينجون من مثل هذا الموقف هذا الموقف الذي يصفه الإمام الصادق بأنه موقف للغنم البكم ديخيون ديخيون هذا موقف ديخيون ما هو الفارق بين المضمون الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية وهذا المضمون أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبة إليه قال توصل اطمئنن تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام أتحفون خمسة قال إليه مستعجب مش داها قلنا تركب يعني خلافة أغامي شميع كما تقول خلافة أغامي جميع تبقى لأبو كان حالك اسمهم فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباردة كنا على تفاو كلكم تعريبونا لأنه مارد أجيب لأسما قال تركب مثل ما تركب نعم وغير لأ لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة المعنى هو هو ما يتحدث عنه كمال الحيدري إنه يتحدث عن واقع مثل ما يعرفه هو أعرفه أنا ويعرفه الآخرون إنه الواقع الدخي الشيعي الواضح لأن مراجع النجف وكربلة اتخذوا الشيعة حميرا لهم إمامنا الصادق ماذا يقول فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم إنهم أغنام بكماء بهائم بكماء فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشرا خيبا داهية دهماء هذه داهية دهماء أية فتنة هذه هل يمكن أن نتخلص من هذه الفتنة نعم هذه الفتنة نتيجة لمقدمات سابقة قانون التوفيق والخذلان هو الذي يحكم هنا المقدمات الحسنة تؤدي إلى نتائج حسنة والمقدمات السيئة تؤدي إلى نتائج سيئة القذارة المتبقية في العقول والقلوب تؤدي إلى موقف القذر والطهارة والنظافة والنقاء كل ذلك يقود إلى موقف نظيف موقف طاهر هذا هو قانون التوفيق والخذلان لولا القذارة البترية المتبقية في نفوس هؤلاء ليس برغبتهم ليس برغبتهم دائما أقول لكم إنني لا أعطيكم ضمانا في أحاديث أن أحاديث خلية من القذارة البترية إنما أعطيكم ضمانا أني سأحاول أن يكون حديث خليا من القذارة البترية إلى أقصى ما يمكن لن أخرجكم من سياج الكتاب والعترة لكنني لا أعطي ضمانا من أن كل أحاديث تكون خلية من القذارة البترية فأنا جزء من هذه القذارة أنا جزء من هذا الواقع الشيعي الطوسي القذر نشأت عليه منذ نعومة أطفاري وأبي وجدي وعائلتي وأسرتي وبيئتي ومجتمعي وكل الذين أعرفهم هم جزء من هذا الواقع الطوسي البتري القذر فأنا لي أن أتخلص من كل ذلك لذا لا أعطي ضمانا بأن أحاديثي تكون خلية بدرجة مئة بالمئة من القذارة الطوسية إنما أعطي ضمانا أنني سأحاول بكل ما أتمكن أن أقدم لكم أنظف حديث بقدر ما أستطيع أنظفه من القذارة الطوسية المرجعية النجفية الكربلائية الحوزوية البترية المرجعية الشافعية المعتزلية الأشعرية بقدر ما أستطيع فمشكلة هؤلاء هي هي مشكلتنا إذا اجتمعت جهودنا للخلاص من هذه القذارة سنحقق النتائج المرجوة أو ما هو قريب من النتائج المرجوة مشكلة الشيعة العراقيين أولا يعدون أنفسهم أفضل الناس وأفضل من كل الشيعة في العالم وهذه مشكلة كبيرة هذا حاجز كبير فيما بينهم وبين إصلاح أنفسهم المشكلة الثانية هم كسالة لا يريدون أن يبذل أي جهد لكي يخلص أنفسهم من القذارة التي طمسوا فيها يحاولون إذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك أن يتوصف إلى النتيجة المطلوبة بأبسط الأمور كسالة وثالثا اهتمامهم بتوافه الأمور من الأمور الاجتماعية في الحياة وأمور العلاقات التافهة أو إما يرتبط بطعامهم وشرابهم وراحتهم تذكروا هذا إنهم يرون أنفسهم من أنهم أفضل الشيعة في العالم وهذه التربية تربية النجف النجف هكذا تربي نجف القذارة والبترية والضلالة والتفاهة يجدون أنفسهم من أنهم أفضل الشيعة في العالم مع أنهم كسالة والكسول يكون عديم الهم لا همة له يهتمون يهتمون بالتوافه كثيرا وهم جلاس على مائدة الطعام وقت الغداء يسألون بعضهم ماذا سنتعش وهم يتغدون هذه ظاهرة عام قد ينظر إليها البعض على أنها أمر بسيط الأمور البسيطة الصغيرة هي التي تكشف عن الحقائق مثلما يقول أمير المؤمنين ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان الجنان تارة يكون جنانا فرديا وتارة يكون جنانا مجتمعيا هذه فلتات الجنان المجتمعي وأمور أخرى لا أريد أن أطيل الحديث بها فهذا هو الواقع الشيعي الذي تنتشر فيه البترية بنحو مركز ومركز جدا ولهذا السبب فإننا نجد الأحداث والوقائع التي ترتبط بالجانب العقائدي وبالجانب العقائدي الخطير جدا كل هذا سيكون في العراق وقت الحلقة انتهى وبهذا ينتهي كلامنا في هذا العنوان العراق وأحداثه موسيقى